الاتنين كتبوا عن أحمس غريبة جداً معين الراحل نجيب محفوظ ما كانش بيكتب تاريخ ما هو الأستاذ نجيب محفوظ كتب الأول بدايته كانت روايات تاريخية فرعونية تحديداً لأنه هو كان في هذه الفترة كانت مصر بعد ثورة التسعتاشر وأستاذ نجيب محفوظ كان من المتحمسين والمبهورين بشخصية سعد الزغلول طبعاً وبعث الروح الوطنية في مصر كان في هذه الفترة كان فيه يعني صراعات وأفكار فكرية بتطرح عن هوية مصر هل مصر فرعونية ولا مصر عربية ولا مصر إسلامية ولا مصر أفريقية ودخل في هذا الموضوع السجال عدد كبير جداً من الوضباء زي الأستاذ دكتور طاحسين مثلاً دخل فيه فيبدو أن نجيب محفوظ كانت قناعاته أن مصر فرعونية فبدأ بداياته يكتب عن الروايات فرعونية فقط زي عبس الأقدار ردوبيس وكفاح طيبة الغريبة وده موجود لحافي الكتاب بتاعي النزام أحراج قلتي أن في نفس السنة اللي كتب فيها عبد الحميد الصحار أو الروايته الأولى هي أحمس بطل الاستقلال كان في نفس السنة اللي كتب فيها مجيب محفوظ كفاح طيبة وهي عن أحمس وأسرته ويبدو لي وأنا يعني ذكرت ده في الكتاب يبدو لي أن اللقاءات الفكرية ما بينهم خليتهم يتأثروا شوية بعض يعني يبدو أن دار نقاش بشكل ما ما بينهم لأن في نفس السنة اللي اتنين يكتبوا عن نفس الشخص وإن كان عبد الحميد اشتغل على أحمس فقط أما نجي محفوظها بدأ بالأسرة نفسها الأم والأب ثم كيف ربت أحمس هذه الأم الملكة العظيمة وكيف كفح أحمس حتى طرد اللوكسوس فأخذ فيو أكبر رؤية أكبر لكن اللي اتنين في نفس السنة اشتغلوا على نفس الفكرة فعلا في إيه تاني بين التأثير أصلا مش معقول هيكونوا كل السنين دي صداقة أدب رواية بيساعدوا بعض في حاجات كثيرة جدا لأنه الاتنين مؤمنين جدا ببعض وبيحترموا جدا مسيرة بعض أكيد اتأثروا بحاجة تانية هو فعلا في كتابي أه طبعا أنا في كتابي الحقيقة اشتغلت على الرؤية الأدابية لأعمالهم الرؤية فقط وليست القصص القصيرة وبأداء تشوف الاتنين بالتوازي كده اشتغلوا عليه فبنجد مثلا رواية الأجيال رواية الأجيال ما كانتش منتشرة قوي وقتها كان فيه يعني قليلة يعني طاح صين كان مثلا شجرة البوكس نحن شايفيني الغليف مع حضرتك دلوقتي هل نتكلم عنه طبعا بفضل فالتنين في توقيت متزامن وانفرق فرقت سنين ما بينهم لكن مثلا رواية الأجيال الاتنين الأدابيش عملوها دخلوا هذا المجال مع بعض سلسية الأستاذ نجيب محفوظ رواية أجيال وفيه رواية اللي هي فيه قفلة الزمان لعبد الحميد الصحار وهي جزء واحد فقط رواية أجيال برضو ولكن في كتاب واحد في جزء واحد أما لو أستاذ نجيب فاشتغل على فترة زمانية أكبر وعمل السلسية ثلاث روايات لكن الاتنين تصنفهم رواية أجيال في روايات الواقعية أستاذ نجيب محفوظ سبق عبد الحميد الصحار واشتغل في الروايات الواقعية إذا القاهرة الجديدة وخان الخليلي وهذه الروايات اللي بتهتم بذاكرة المكان وليس الإنسان فقط بنجد برضو وأنا بشوف أن يبدو زي ما حارج كلمنا الصداقة واللقاءات الأسبوعية ما بينهم ويالما هو الناشر طبعا الناشر لما بيقرأ مسودة عمل وهو روايه فبيتأثر به أو بيحبه أو بيجد هذا العالم أو بيشعل بداخله وده من وجهة نظر ربما مسودات روايات نجيب محفوظ أشعلت توهج جوه عبد الحميد الصحار أنه هو تبانى ليه ما بقاش عندي هذه الشجاعة تبانى ليه ما اكتبش مثلا روايات وقعية أنا كمان فبدأ يشتغل على الروايات الواقعية طبعا أكيد أكيد من باب التأثر من باب الحب من باب الإيمان بأن احنا مؤمنين ببعض ومؤمنين بموهبة بعض فأكيد ده خلق روح تلتة بينهم بالضبط عارك بص عارك والتأثر ده تأثر إيجابي بالضبط التأثر السابع التأثر إيجابي ده هو طبعا بالعكس ده هو لما يكون في أديب بيشق طريق جديد زي مثلا رواية الأجيال وهو فتح طريق جديد كل من سيتلوه بعد كده هيدين لو بالفضل ولكن في الآخر هو كان عنده شجاعة أنه هو يكتب رواية أجيال كل اللي هيكتبها بعد كده مش معناه أنه هو عايز يعمل تفتريكا